شكل تطور الحاصل في أجهزة المختبرات قفزة نوعية في عالم الطب وهذا ينسحب أيضا إلى علم طب العيون سنأخذكم اليوم في جولة للتعرف على ما أنتجته التكنولوجيا ولكن في مركز من مراكز ERP فجال العيون أو جراحات العيون وطب العيون بثورة التقنية والتكنولوجية كثيرة من ناحية الأجهزة تدخل الأجهزة بتقريبا كل شغلنا التشخيصي والعلاجي التشخيص عن طريق نطلب أنه إحنا فحص معين الفحوصات المختبرات إذا سحب دم أو شيء مو كثير لها دخل بالعيون بقدر أنه إحنا نحتاج تشخيص عن طريق الأجهزة التصوير هو اللي مهم عندنا بمجال العيون تصوير العيون وأخذ قياسات العين أخذ قياسات العدسة فحص قياسات النظر جد المريض هذا يشوف جد يحتاج درجة نظارة أو درجة عدسة حتى يشوف فهذه تعتبر من جزء تشخيصية تشبه المختبرات لطبيب الباطنية اللي هو مثلا يحتاج فحص دم إحنا لا نحتاج الفحوصات بطريقة ثانية مختبرية ولكن هي خلنا نقول تعتمد على الأجهزة نعم أكيد طبعا هذا متوفر متوفر طبعا أكيد من كل حدب وصوب يقبل المرضى إلى مراكز طب العيون في أربيل يدفعهم بذلك التطور الحاصل في مجال أجهزة الفحص المبكر أو تلك التي تتيح للأطباء فرصة التشخيص الدقيق للمرضى أجهزة اللي موجودة أقلبها أجهزة حديثة غير متوفرة بأغلب الأماكن بالإضافة إلى الكادر المتخصص اللي يشتغل عليها يعني مو أي واحد يقدر يشتغل على كل الأجهزة هذه الشهادات والكفاءات اللي موجودة بالمركز تكون أيضا مواكبة لكل التطور اللي موجود يستعد المراجعون الأمل أحيانا هنا رحيم هو أحد الذين تعرضوا لمرض مفاجئ أصاب عينيه ورغم خضوعه لعدة فحوصات في محافظات أخرى إلا أن حضوضه في العلاج كانت ضعيفة حينها هناك أراد من أخذوا لي يعني أخذوا لي شايع اللي عينوها وقلوا لي بس قرانية فقلوا لي تبقى درجتين مشوف بيها فهنانا لا قال لي ماكو درجتين فول يعني ستة على ستة أي عجزة حديثة نعم قد يكون اسم المركز الأردني أبرز الأسماء في المدينة حيث تجرى فيه أعقد العمليات أو تلك المصنفة على هذا النحو لبرنامج نسمات زاقروس أصطفى سلمان أرميل ترجمة نانسي قنقر